النهاردة على بركة الله سفرت بحثة فريق النادي الاهلي الى الجزائر لمواجهة شباب بولوزداد مباراة صعبة جدا توقيت المباراة رخم بلغة الكرة كده توقيت رخم واللي زاد من اهمية وصعوبة المباراة اللي انت مسافر كمان مش فول تيم يعني لو هنتكلم عن قائمة الاهلي الافريقية الحالية بعد الاضافات اللي تمت في يناير بتسجيل ست لعبين من قطاع الناشئين وتسجيل اللاعب الفلسطيني وسام ابو علي بنتكلم كده القائمة اصبحت اربعين لعب في اربع لعيبة خرجوا منها لان في انتقالات يناير ما كانوش موجودين خلاص على زمة الفريق صلاح محسن وزعلوك ورافة خليل ورشدان فبالتالي القائمة اصبحت ستة وتلاتين هل تتخيلوا القائمة وهي ستة وتلاتين النهاردة الجهاز الفني بيسافر باثنين وعشرين لعب فقط فيه اربعتاشر لعب غايب عن صفوف الفريق اربعتاشر لعب ممكن بنتكلم عن تمانية وتسعة اصابات فعدد كبير جدا مش موجودين مع النادي الاهلي في هذه المرحلة الصعبة النهاردة الفريق ادى تدريب صباحي في ملعب التتش بالجزيرة تدريب شمل على جوانب بدنية وجوانب خططية وقضامكم على الشاشة هون ده جانب من تدريبات النادي الاهلي الصباحية في ملعب مختار التتش نقدر نقول النهاردة ده التدريب الرئيسي والاساسي للنادي الاهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد اي حاجة تتخيلها ممكن مرس الكولر عايز يعملها لماتش بلوزداد اتعاملت النهاردة في ملعب التتش حتى الجزء اللي احنا مصورينه يعني جزء بسيط لان طبعا اكتر من 70-80% من المران ما تصورش لان طبعا الجهاز الفني كان عنده تفاصيل كده محتاجي يكون فيه خصوصية بينه وبين اللاعبين قدامكم اللاعبة هي طاهر محمد طاهر محمد هاني محمد مجد أفشا رامي ربيعة أنتوني موديست كريم فؤاد هستعرض القائمة دلوقتي ولكن زي ما قلت لحضراتكم التدريب النهاردة تقدر تقول تدريب فيه جوانب فنية متعلقة بالمباراة المرتقبة أمام شباب بلوزداد أندريس أندويل قدامكم على الشاشة اللي مرتدي تي شيرت الأحمر كان عامل تدريبات كده يعني بدنية متنوعة قبل الانتقال لتنفيذ وحدات تدريبية وفقا للبرنامج اللي وضعه الجهاز الفني كان فيه تدريب لحراس المرمى مصطفى شبير حمز علاء مصطفى مخلوف محمود اللازونفولي مران قوي تضمن فقرات متنوعة طيب اللي عمل قدامكم هي دلوقتي اللي كانت موجودة النهاردة في تدريب الصباح ولكن مرس الكولر استعان بكام لاعب استعان بـ 22 لاعب فقط في مباراة بلوزداد في حراس المرمى مصطفى شبير حمز علاء مصطفى مخلوف في خط الدفاع رمي ربيعة ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم